بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة في قسم نظام معلومات دارية نقدم لكم محاضرة مراجعة أساسية نظام المعلومات وقد بدأنا للفصل لعمل أربع محاضرات المستوى الثاني هذا الكتاب Principle of Information Systems النسخة الثامنة واليوم سوف نقدم لكم مراجعة لما تم أخذه لهدف الاستدكام لماذا نتعلم نظام المعلومات لماذا نريد من نظام المعلومات The value of information is directly linking to how it helps decision maker achieves the organization goal القيمة الأساسية للمعلومة information is directly linking ترتبط مباشر لتساعد صانعي القرار في تحقيق أهداف المنظمة يفعرفنا الآن أهمية المعلومة بالنسبة لصانعي القرار computer and information systems are constantly making it possible for organizations to improve the way they conduct business إذن هنا الكمبيوتر ونظام المعلومات العبوا دور أساسي مساعد لتحسين أعمال المنظمة ومنها البزنس نعنوا مستمرون في سلايد رقم اثنين why learn about information systems system users business managers and information system professionals must work together to build successful information systems إذن هنا نستطيع نقول كيف يمكن أن نبني information systems ناجح من اللي يبني منهم المعنيين في الأمر إذن هنا system users مستخدمي النظام business manager مدراء and information system professional والمهنيين في نظم المعلومات هذولا كلهم مع بعض يشتغلوا مع بعض لبناء information systems طيب information systems use in most professionals معروف أنه نظم المعلومات تستخدم في كثير من المهن ومنها sales وmanagers إلى آخره introductions سوف نعرف ماذا نعني ب information systems يعني تعريف نظم المعلومات assets templates of interrelated components that's collect manipulate data and information and provide feedback to meet an objective ماذا نعني بهذا التعريف نظم المعلومات مجموعة من المكونات المترابطة التي تقوم بجمع البيانات والمعلومات ومعالجتها ونشرها وتقديم ملاحظات لتحقيق الهدف منها مجموعة من المكونات المترابطة التي تقوم بجمع البيانات والمعلومات ومعالجتها ونشرها وتقديم الملاحظات لتحقيق الهدف المطلوب منها هناك أمثلة كثيرة لنظم المعلومات على سبيل المثال ATM, Airline Reservation Systems, Course Reservation Systems إلى آخر information concepts information is one of an organization's most valuable resources إذن المعلومة is one of an organization's most valuable resources يعني يجب أن نقول هنا أن المعلومة هي المصدر مهم وأساسي لمن؟ للمنظمات لابد أن نميز ما بين ماذا نعني بالinformations المعلومات وماذا يعني بالداتا هنا نفرق ما بين الدياتا هي عبارة عن raw facts والمعلومة اللي هي عبارة عن collections of facts organized in such way that they have value beyond the facts themselves نقصد بالداتا هي عبارة عن حقائق بينما المعلومة هي عبارة عن تجميع لهذه الحقائق على سبيل المثال درجات مادة نظم المعلومات اللي ندرسها الآن أساسية نظم المعلومات عندما نجمع الدرجات فإحنا نكون معنا درجات أعمال الفصل درجات اختبار درجات مشاركة هذه كلها عبارة عن بيانات ودرجات الاختبار النهائي عندما نجمعها في sheet كاملة ونظرها في شكل معين تصبح هي عبارة عن معلومات معلومات عن درجات الطلاب ستستطيع أن ترتبها حسب ما تريد أنت طيب data and information شوف هنا مثال defining and organize relations among data created information يوضح لك كيف يمكن الديتا توصلها إلى المعلومة الـ example A هو عبارة عن بيانات هذه بيانات شوف هنا هذا القسر اللي عمله هنا ربط ما بين هذه القز وهذا القز سمى عبارة عن أيش هذا هو المعلومات إذن هنا data قد تم معالجتها واصبهت بشكل أيش بشكل معلومات مترابطة the value of information again value of information عيد ما تكلمنا حول حول المعلومة قيمة المعلومة is directly linked to how it help decision maker achieve their organization goal يعني قيمة المعلومة ترتبط ارتباطا مباشرا كيف يمكن أن تساعد صانعي القرار لتحقيق أهداف مؤسساتهم for example value of information may be measure in ربما تقاس قيمة المعلومة بالتالي time required to make decisions الزمن المطلوب لاتخاذ القرار increase profits to company زيادة أرباح عليش المنظمة أو الشركة system concept systems a set of elements or components that interact to accomplish goal إذن نقصد هنا بالsystem هو عبارة عن مجموعة من العناصر أو المكونات التي تتفاعل لتحقيق الأهداف هذا نقصد فيه system اللي هو المعنى الأساسي للنظام هناك مجموعة من components في systems اللي نقصد فيه بها inputs اللي هي المدخلات اللي هي عمليات المعالجة وكيف إنه النظام يعالج هذه المدخلات الأوتبوتس ما هي مخرقات البروسينج إذن inputs بروسينج outputs هناك أيضا feedback مثال هذا الشكل الوضح components of systems نشوف هنا car سيارة في بها أو ساخ دخلت إلى inputs إلى التنظيف مرحلة التنظيف نسميها بروسينج إذن هنا inputs بروسينج شوف كيف خرجت بشكل outputs هذا هي components of systems طيب هنا في حاجة اسمها معانا feedback feedback هنا لا بد أنه نحصل على feedback كيف كان العمل الهدف من feedback هو التحسين العملية إذن what is an information systems يمكن أن يكون في هذا الشكل information systems يحوي على مجموعة من components إمبوتس بروسينج أوتبوتس أوتبوتس أنت فيدباك سوف نشرح هذه المصطلحات إمبوتس بروسينج أوتبوت فيدباك إمبوت أكتيفتي أوف غاذرينج أند كاپتيرينج رو ديتا يعبارة عن نشاطات لعملية تجميع الرو ديتا المدخلات هي عبارة عن مجموعة من المدخلات تدخل على السيستيم البروسينج العمليات كونفورتينج أو ترانزفورمينج ديتا انتو يوزيفول أوتبوت إذن هي اللي تعمل عملية تحويل هذه الرو فاكت أو هذه البيانات وتحولها إلى بيانات مفيدة أوتبوت المنتج إذن هنا المنتج إذن المنتج بشكل معلومة ايش المنتج قد يكون في شكل ديكومنت أو قد يكون في شكل تقارير الفيدباك اوتبوت ذات إيز يوز توميك تشينج او بورسينج إذن الهدف من الفيدباك هي عبارة عن هي عبارة عن ردود عن كيف كانت طبيعة العملية أو نقدر بالأصح الهدف منه تقييم العملية يعني نعمل عملية تقييمية للعملية بأنه نعطي فيدباك أساسي أنه يعيد بحيث أنه إذا في أي خلال في العمليات عملها يتم عملية الإيش المنج هناك أنواع مختلفة لنظمة المعلومات ومنها أحياناً تجمع المعلومات بشكل منولي يدوي ودخول الكمبيوتر أدى إلى أنه تحويل نظام المعلومات إلى Computerize Information Systems إذن ليس فقط محصورة على الكمبيوتر وإنما بطريقتين طريقة أنت منولي وكمبيوترize Computer Based Information Systems اللي نسمى CBIS ماذا نعني فيه؟ A single set of hardware, software, database, telecommunication, people and procedures that are configured to collect, store and process data into information إذن مجموعة من الأجهزة والبرامج وقواعد البيانات والاتصالات والأشخاص والإقراءات التي تم تكوينها لجمع البيانات وتخزينها ومعالجة لتصبح معلومة إذن هذا هو عبارة عن Computer Based Systems هو عبارة عن Collection من الهاردوير ماذا أريدنا من الهاردوير؟ ما نوع الهاردوير اللي اشتوه؟ ما هو السوفتوير اللي اشتوه يوعالك في هذه البيانات؟ أين تكمن قواعد البيانات؟ ما هي وسائل الربط واتصال ما بين قواعد البيانات؟ ما بين هذه الديفايزيس؟ منهم الأشخاص اللي مستخدمين أو يتعاملوا مع قواعد البيانات أنت ما هي الإقراءات؟ لابد أيضا من إقراءات الإقراءات المناسبة لتنفيذ نظم المعلومات That is configured إذن كل هذه الأشياء تتقمع وتخزن وتعالق لتصبح هنا أمثلة هنا هاردوير سوفتوير البرمجية اللي يمكن تستخدم هنا قواعد البيانات وهنا وسائل الاتصال هل هي إبارة عن وائر أو هي إبارة عن وائرلس وهنا المستخدمين أو المنفذين لهذه المعلومات وهنا لابد من إقراءات أحيانا قد تطلب إقراءات قانونية معينة أو إقراءات أنظمة واللوايح تنظم العمل Business information systems نظم المعلومات التقارية Most common types of information systems used in business organizations إذن هنا معظم أنظمة المعلومات تستخدم في تنظيم الأعمال في المنظمات التقارية إذن أيش الهدف منها؟ إذن أيش تنظم الأعمال في المنظمات التقارية كثير من هذه الأمثلة موجودة على سبيل المثال Electronic and Mobile Commerce Systems اللي هو النظام التقارية الإلكترونية Transactions processing system نظام معالقة الحوالات إلى آخره Management information systems إدارة نظم المعلومات المعلومات Decisions support systems نظم دعم القرار إذن هذه هي أنظمة مختلفة ليش الهدف منها؟ تستخدم في تنظيم الأعمال في المنظمات التقارية Electronic and Mobile Commerce ماذا نقصد في إي كوميرس؟ إي كوميرس التقارية الإلكترونية نحن الآن في عالم استصبح التقارية الإلكترونية هي ربما من المصادر المهمة لعملية التقارية مجموعة من البزنس إذن التقارية الإلكترونية أي معاملة تقارية يتم تنفيذها إلكترونيا بين أطراف مثل companies between companies شركات شركات business to business يسموها B to B companies and consumers ما بين البزنس والمستهلك عادة يسموها B to C consumers and other consumers ما بين المستهلكين فيسموها C to C business and public sectors البزنس مع القطاع العام و consumers and public sectors والمستهلكين والقطاع العام transaction processing systems أنظمة معالقة الحوالات وهو أحد الأنظمة التي تساعد في تنظيم الأعمال ماذا نعني أولا بالترنزاكشن transaction any business related change such as payments to employ إذن أي شي نقصد بالترنزاكشن هنا تحويلات التقارية أي تبادل تقاري any business related change أي تبادل تقاري على سبيل المثال المدفوعات للموظفين أقول الموظفين sales to customers والمبيعات and payment to suppliers والمدفوعات للموردين إذن هذه نقصد فيه الترنزاكشن أو نقصد فيها التحويل التقاري أو الحوالات الحوالات التقارية transaction processing systems الآن النظام الذي ينفذ هذه الترنزاكشن إذن نظام معالجة الحوالات and organized collection of people procedure software database and device used to record complete business transactions إذن قواعد البيانات و الأجهزة التي تستخدم لتسجيل وخزن واحتفاظ بهذه الحوالات التقارية إذن هو عبارة عن collections من كل هذه الأشياء buy role transaction browsing systems نظام معالجة معاملات كشف الرواتيب ما هي البيانات التي يمكن أن تستخدم في هذا النظام لكي نحصل على معلومات واضحة إذن هنا ساعة العمل buy rate إذن ساعة العمل وكم الدافع بأجور الساعات شوف هنا هذه inputs تدخل على النظام اللي هو هذا النظام buy role transactions browsing النظام يقوم بمعالجة البيانات يحسب كم عدد كم الساعات للموظف وكم أقرى الساعة يطلع لي إقمالي cheat ب العقور الموظفين enterprise resource planning أي منظمة يفترض أن تمتلك ما يسمى ب ERP اللي هو تخطيط موارد المؤسسة يفترض أن يكون هناك في تخطيط لموارد المؤسسة ماذا نقصد بال ERP assets of integrated programs that's manage the federal business operations for an entire multi sites global organizations إذن نعني بال ERP هو عبارة عن مجموعة متكاملة إذن مجموعة متكاملة من البرامج إذن برامج متكاملة التي تدير عملية الأعمال الحوية للمؤسسات العالمية ولها مواقع متعددة يعني إذا عبارة عن إيش مجموعة من البرامج عندما نبني مثلا على مستوى مثلا إطار الجامعة مثالا عندما نقول نظام شؤون الطلاب نظام الموظفين نظام الأجور نظام نربط هذه الأنظمة مع بعضها البعض وإذا اكتملت على مستوى المؤسسة كامل فهنا يمكن أن تكون تحت رابط مسمى ERP يمكن أن تكون هي عبارة عن مجموعة من البرامج مترابطة مع بعضها البعض أو إنه يمكن يكون نظام واحد يمكن أن يستبدل كل هذه التطبيقات بتطبيق واحد شامل لهذه المواسات هنا يقع على النظام ربما أكثر افكتف أو أكثر فعالي كانت تركيز على الأداء القيد الأداء القيد للأبرشينا الإفشيانسي بينما في الديشيشان سابورت سيستيمس يركز على فعالية صانعي القرار إذن فوكس أوف دي اس اس إز اون ديشيشان ميكانك فيكتف نيس إذن يركز الدي اس اس يركز على فعالية صنع القرار إذن فعالية صنع القرار إذن مجموعة من الأشخاص والإقراءات والبرمجيات وقواعد البيانات والأجهزة تستخدم في دعم تحديد مشكلة في صناعة القرار التركيز في هذا على فعالية صنع القرار فوكس أوف دي اس 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 إز اون ديشيشان ميكانك فيكتف نيس ديشيان سابورت سيستيمس هناك مجموعة من العناصر الأساسية قواعد بيانات دي بي ام ايس داتا بيز ماناجيمن سيستيمس موديل بيز داتا بيز خارقية وأيضا نعيش الديلوج أو يوزر انترفيس الأشخاص الذي يمكن أن يعمل معهم الحوار أو يمكن يزوده بمعلومات إضافية إذن هذه هي العناصر الأساسية لعملية دخل القرار من الطبيعي جدا انه اي سيستيم يقبقى نعيش يحصل له تطوير مستمر إذن تطوير الأنظمة هي عبارة عن نشاطات لبناء أو لتحديث اللي هي انظمة التقارية الموجودة يمكن أن يتم بواسطة أشخاص داخل المؤسسة نفسها أو داخل الشركة نفسها أو أحيانا التطوير والبناء يتم من أشخاص من خارج المؤسسة لتحسين الأنظمة هناك عدة خطوات يجب أن نتعامل معها أثناء تطوير الأنظمة وهي هذا الشكل يوضح أول خطوة هي إذن هذه الخطوة هي خطوة أساسية في أي نظام إنه كيف تفهم المشكلة إذن إذن لفهم المشكلة هي الخطوة الأولى الخطوة الثانية الآن هنا توفرت لديك المعلومة وفرت المعلومة بعدة طرق مختلفة لهذا النظام تبدأ تعمل عملية تبدأ تحلل هذه المعلومات إذن المرحلة الثانية هي نظام التحليل تفهم ما هي الحلول المناسبة لهذه المنظمة ولا تختلف الحلول من وضع إلى آخر إذن هنا من خلال المعلومات الموجودة التي تم تجمعها في الخطوة الأولى تستطيع بسهولة أن تعمل تحليل لهذه المعلومات والخطوة الثانية نسميها System Analyze وهي نظام التحليل وهدف أن تفهم ما هي الحلول المناسبة لهذه المنظمة إذن أنت فهمت الحلول تستطيع أن تصمم System Design هنا System Design Select and Plan Based Solution نظام التصميم للاختبار والتخطيط الأفضل لحلها بعدما عملية التصميم تنتقل إلى مرحلة أخرى التي هي System Implementations كيف تنفذ هذه الحلول إذن هنا المرحلة هذه تدخل في مرحلة تنفيذ الحلول تليها System Maintenance and Review الذي هو نظام الصيانة والمراجعة أي بمعنى Evaluate Result of Solution تقييم النتائج عملية تقييمية من أي خطوة من الخطوات هذه يمكن الرجوع إذا هنا نهاية هذه المرحلة يجب أن تحدد كل مرحلة يجب أن تحدد بفترة زمنية إذا نهاية هذه المرحلة ويوجد هناك عقز أو نقص في بعض البيانات أو المعلومات التي تم تجميعها يمكن الرجوع إلى هذه المرحلة لتجميع المعلومات إذن تلاحظ أنه هنا السهم أنه من أي مرحلة من المراحل يمكن الرجوع إلى المرحلة الأولى التي هي مرحلة تجميع المعلومات التي تعتبرها من المراحل الأساسية في بناءها System Investigations اللي هي المرحلة الأولى زي ما ذكرناها في الشرح السابق and Analysis System Investigate a clear understanding of problems to solve or opportunity to be addresses إذن نظام البحث يعطيك فهم واضح للمشكلة لحلها أو عنواتها ومعرفتها System Analyze اللي هي المرحلة الثانية لتحليل تعرف المشكلة والخيار المتاحة للنظام الحالي أيضاً في كثير من أشياء كثيرة حول أنه ما أهمية نظم المعلومات في Society طبعاً في المجتمع إذن أهمية نظم المعلومات للمجتمع أهمية نظم المعلومات للبيزنس أهمية نظم المعلومات للإندستري في الأمور الصناعية وغيرها أوكي إذن نتكلم هنا على information system must be implemented thoughtfully and carefully بمعنى يجب أن ينفذ نظم المعلومات وبعناية ودراسة واضحة نظم المعلومات information system face a variety of threat from an ethical people قد يتعرض نظم المعلومات أو يواجه مجموعة من التحديات تكون التحديات من الأشخاص الغير مخولين بالتعامل معه يعني هناك مجموعة يجب أن تحس أن هناك مجموعة من التحديات قد تواجه بناء نظم هنا دراسة محددة وموجودة في الكتاب حول حول كلفة التي حصلت والمشاكل التي تسببت في اختراق الكمبيوتر خلال فترة محددة مجموعة من الاختراقات التي يمكن أن تحصل للكمبيوتر أو يعني زرقة الملكية حقوق الملكية سواء على مستوى الأنظمة أو على مستوى آخر اثنين الحرمان من الخدمة دينال أوف سيرفيسيس هذه هي عبارة عن أحياناً يدخل هاكرس يقوم بعملية توليد معلومات معينة في نظامك بحيث أنه يمنعك أو يمنع الآخرين من الحصول على الخدمة ويروس اللي هي الفريوسات أنواع المختلفة هم الفريوسات وأيضاً إساءة استخدام الإنترنت الاحتيال المالي ولابتوب ثيفت سرقة أجهزة اللابتوب أو الأجهزة المحمولة وأيضاً اختراق النظام أو التنصط تنشيط التنصط والدخول الغير مخول والتنصط أيضاً عن بعد كل هذه مشاكل تهديدات لنظم المعلومات فيقب الحذر والانتباه نستخدم أيضاً نظام المعلومات في البزنس إذن هذه نستخدم نظام المعلومات في كثير من هذه الأيريا المحاسبة والمالية وأيضاً المبيعات والتسويق في التصنيع في إدارة الموارد البشرية في نظم المعلومات القانونية على سبيل المثال أيرلاين اندستري انفيستمينت فارمز بانكينج ترنزبوتيشن اندستري ببليشن كومبانيز إذن في الارلاين في الخطوط التصنيعية في عمليات الانفيستمينت والبانكينج أو في عمليات الترانسبورت وأيضاً في الببليشن كومباني انفرميشن سيستم اندستري في الهيلث كير في المنظمات الصحية ريتيل كومبانيز بور ماناجمينت اند يوتالي كومبانيز والبروفيشنالز تحديات العامة لنظم المعلومات فجلوبال تشالنجز ان انفرميشن سيستمز تحديات العامة لنظم المعلومات برودكت اند سيرفيت شالنجز تحديات المنتج والخدمة ما هو المنتج وكيف تقدم الخدمة كيف توصل الخدمة إلى المستهلكين وما هو أفضل منتج يمكن أن تمنحه لهم تكنولوجيا تغيير التكنولوجيا تطور التكنولوجيا على مستوى يعتبر تحدي لنظم المعلومات القوانين المحلية احيانا او الاقليمية والعالمية هي مؤثرة احيانا على نظم المعلومات ربما قد تتغير القوانين في السماح باستخدام نظم المعلومات إلى حدود معينة وعقود التقارية المنظمات هناك ايضا تحديات تخرى مثل اختلاف الثقافات ما بين الدول اذا هني تعتبر نوع من التحدي تحديات اللغة وايضا تحديات الوقت والمسافة والبعد ما بين الدول البنية التحتية وايضا كارثة تشالنزز اختلاف العملات هو مؤثر على نظم المعلومات شكرا لكم على الاستماع وان شاء الله نواصل محاضراتنا في الاسبوع القادم اشتركوا في القناة